تعيش باكستان على وقع أزمة سياسية متفاقمة بعد أن تمكنت المعارضة البرلمانية من حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان فما هي الألية الدستورية المتبعة في ضوء الأزمة الحكومية وفقا لقواعد البرلمان الباكستاني يجب على الهيئة التشريعية انتخاب رئيس الوزراء جديد فور شغور مقعد رئيس الوزراء بمجب قواعد البرلمان على المرشة لمنصب رئيس الحكومة أن يحصل على 172 صوتا أي الأكثرية المطلقة من أصل 342 صوتا وفي حال فشل اختيار رئيس حكومة فإن رئيس البلاد يشكل لجنة برلمانية خاصة تشمل ثمانية أعضاء من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لانتخاب الشخص المناسب لرئاسة الحكومة من المفترض أيضا أن يطلب رئيس الحكومة الانتقالية إجراء انتخابات برلمانية في غضون تسعيل يوما وحتى إذا كان رئيس الوزراء الجديد يفضل إجراء انتخابات مبكرة فمن المحتمل أن لا يحدث هذا قبل أكتوبر المقبل بعد أن قالت مفوضية الانتخابات في باكستان إنها بحاجة إلى إعادة ترتيب الدوائر الانتخابية قبل تنظيم عملية الاقتراع ومن المقرر إجراء إذن الانتخابات الباكستانية العامة المقبلة في أغسطس من عام 2023 وفق الدستور فإن فترة ولاية رئيس الحكومة هي خمس سنوات لكن أي من من شغلوا هذا المنصب سواء بالانتخابات أو حتى في التعيين لم يكمل هذه المدة حتى نهايتها سيواجه رئيس الحكومة الجديدة في باكستان تحديات اقتصادية كثيرة مماثلة لتلك التي استللت إليها المعارضة في الإطاحة بعمران خان ترجمة نانسي قنقر